موسيقى مشاهدين مشاهدي طقس العرب في سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة السلام عليكم ورحمة الله نتابع آخر تطورات العاصفة الاستوائية التي تشكلت يوم الأحد في شمال المحيط الهندي هذه العاصفة الاستوائية مركزها الآن عند خط 18 درج شمالا وعند خط طول 66 تقريبا شرقا نلاحظ على صور الأقمار الصناعية أن الغيوم الكثيفة المصاحبة لهذه العاصفة وقسم من هذه الغيوم وخاصة الجزء المتوسط والعالي من هذه الغيوم بدأ يظهر في سلطنة عمان أما المصار هذه العاصفة الاستوائية خلال 24 ساعة قادمة نلاحظ أن مصار هذه العاصفة سيكون باتجاه الشمال والشمال الغربي وتكون بعيدة عن السواحل العمانية بحدون ما بين 800 إلى 900 كيلو متر الاحتمالات مصار هذه العاصفة ستأخذ هذه العاصفة أربع احتمالات الاحتمال الأول هو أن يتلاشى تأثير هذه العاصفة في منطقة المحيط الهندي الاحتمال الثاني أن تتجه هذه العاصفة باتجاه سواحل إيران وباكستان والاحتمال الثاني يتتجه نحو بحر عمان الاحتمال الثالث يتتجه نحو سواحل عمان العاصفة الاستوائية هذه الآن تبلغ سرعة الرياح بحدود 55 عقدي وقيم الضغط الجوي تبلغ بحدود 986 هكتو باسكال ممكن أن تصل هذه العاصفة إلى درجة إعصار من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة القادمة حيث تزداد سرعة الرياح لتصل إلى 64 عقدي أو حوالي 115 كيلو متر في الساعة وقيم الضغط الجوي بحدود 980 هكتو باسكال أو أقل بقليل بعد ذلك تعود وعند اقترابها من بحر عمان أو الاتجاه للشمال أو الشمال الغربي تعود وتخف حدتها وتتحول إلى عاصفة استوائية مرة أخرى النماذج التنبؤات العددية تشير إلى هناك أدة احتمالات وهنا ببين هذا بوضوح سبب الاختلاف في التنبؤ الجوي وهو اختلاف نتائج النماذج العددية للتنبؤات الجوية هناك الاحتمال الأول أو النتائج الأولى لهذه التنبؤات العددية أن يبقى هذه العاصفة الاستوائية في المحيط الهندي وتتلاشى في المحيط الهندي قسم من هذه النماذج العددية تشير إلى تحركها باتجاه سواحل باكستان وإيران وقسم يشير إلى اتجاهها باتجاه بحر عمان وبالتالي تأثر مسقط سلطنة عمان وجزء من الإمارات العربية المتحدة الاحتمال الثالث هو توجهها مباشرة إلى عمان وبالتالي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هذه هي الاحتمالات المتوقعة وهذه هي اختلاف النماذج العددية مما يؤدي صعوبة في التنبؤ بحركة واتجاه هذه العاصفة الاستوائية أعزائي المشاهدين تابعونا لآخر تحديثات عاصفة أشوبة أولا بأول عبر موقعنا الالكتروني irabya.com إلى جانب صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر ويوتيوب أعزائي المشاهدين في أمان الله اشتركوا في القناة